موسيقى يا بونا أنا شخصية مندفعة وإنفعالية شوية وممكن أكون مش بفكر قبل ما أخذ القرارات وقت كفاية أو قبل ما أتكلم كنت عايزة أسأل قدسك إزاي أتعلم أكون هادية وخاصة أني لما بقعد فترة الوحدي ببقى هادية وبحب الشعور ده قوي أول ما بتعامل مع أسرتي برجع تعصب تاني أذكرني في صلاتك بص يا بنتي مدام أنت عارفة أنك لما بتعودي هادية الوحدة بتاخد شوية هدوء كتري من الخلوات يعني أنت جربت حل جربت دواء اسمه لما بقعد في خلوة وببقى قاعدة هادية أنا من جوايا ببقى مرتاحة وببقى متطمنة فأنا عاوزك تزودي من الخلوات والقاعدة مع ربنا والهدوء وتقولي ترنيه مبسوط واتي كده بينك وبين نفسك صلي صلاة ياسوع على قد ما تقدري كلما تلاقي وقت فاضي تقفلي على نفسك أي حتة في البيت أي حتة تقفلي على نفسك وولي صلاة ياسوع مثلا عشر خمستاشر مرة بهدوء هدوءك هيرجعلك طيب أعمل إيه بقى إذا كنت أنا شخصيا فعالية وانفعالاتي عالية وعصبيتي عالية هعمل حاجة معينة إيه اللي هعمله أقولك عليه على سبيل المثال أوعت ردي ردي سريع من غير ما تفجري في نتائجه يعني مثلا حد قالك حاجة استنوا تدريبه هو اسمه استنوا أفكر استنوا أهدى لأن ردي فعلك التلقائي عادة بيبقى غلط وترجع تندامي عليه اللي أنا بقوله مش سهل هياخد منك وقت لكن لو حط الموضوع ده في دماغك على الأقل هتتحسني عشرين تلاتين أربعين في المية فهتبقى شخصية أفضل لأن الشخصية الانفعالية سريعة الغضب كثيرة الخسارة فعشان ما تخسريش في مواقف كتيرة أوي حاجات كنت ممكن تكسبيها لازم تتعلمي تهدي نفسك شكرا